العديد من الأشخاص بتعاني من زيادة في تناول الأطعمة على كل وجبة وبنفس الوقت هذا بيؤدي للأسف إلى زيادة سريعة بالوزن وزيادة الوزن بتزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة ومن ضمنها مشاكل الكوليسترول، ارتفاع في ضغط الدم أو حتى مشاكل السرطانات المختلفة عشان هيك اليوم رح نحكي طرق بسيطة وسريعة بنقدر نطبقها على شكل يومي لحتى نقلل من حجم الوجبات اللي احنا منتناولها وكمان نقلل الوجبات الخفيفة اللي بنظلنا أخذها ما بين الوجبات الرئيسية فاليوم رح نحكي عن نصائح لتقليل حصص الطعام بدون الشعور بالجوع الدائم خلينا نبلش ونشوف كيف نحنا منقدر نعمل كنترول لكميات الأكل اللي احنا منتناولها أول شي يفضل انه نحنا نملأ نصف الطبق بالخضار العديد من الأشخاص للأسف تتناول كميات كبيرة من النشويات وبعد ما تشبع أو بعد ما توصل لنهاية الوجبة منبلش نحط الخضروات إذا أصلاً حطيناها ولكن للأسف هاي الطريقة كتير خاطئة الخضروات بتحتوي على الكتير من المي من الألياف وتعتبر قليلة جداً بالسعرات الحرارية فممكن أنها تعطيني سعرات حرارية قليلة وبنفس الوقت الشعور بالشبع لفترة أطول ممكن أنه نحنا نتناول نفس الحجم من الطعام مع خفض السعرات الحرارية الإجمالية عن طريق استبدال نصف كمية النشويات أو البروتين بالوجبة بالخضروات الغير نشوية وكمان ما ننسى أنه بتضيف الخضروات حجم للوجبة فائدة غذائية أكبر من ناحية الفيتامينات من ناحية المعادن واللي بتيح إلنا أنه نحنا نتناول سعرات حرارية أقل ولكن بنفس الكمية من الطعام فهيك أنا بضمن أنه أنا عم باخد شعور الشبع اللي بديها ولكن بسعرات حرارية أقل وهذا هو الهدف في شغلة أساسية لازم عن جد ننتبه لها واللي هي جودة الأطعمة اللي إحنا بنتناولها العديد من الأشخاص بتمشي على أنظمة غذائية مختلفة هاي الأنظمة الغذائية بتكون مبنية على فكرة تقليل السعرات الحرارية بدون الانتباه لجودة الأطعمة اللي إحنا بنتناولها ولكن أنا شخصيا بشتغل بشكل مختلف تماما أنا دائما بركز على فكرة الأغذية والكواليتي تبعة الأغذية جودة الأطعمة اللي إحنا بنتناولها بعيدا عن السعرات الحرارية كل ما كانت هاي الأغذية ذات قيمة غذائية أعلى من ناحية البروتين، أحماض أمينية، نشويات معقدة بالإضافة لألياف كل ما الجسم بيبذل مجهود أكبر لهضم هاي الأغذية وبالتالي بعود بالفائدة على الجسم فخلينا ننتبه من شغلة أساسية إنه مش دائما السعرات الحرارية هي المقياس دائما إحنا منركز على جودة الأطعم اللي إحنا بنتناولها لحتى ناخد قيمة غذائية أكبر وبنفس الوقت نساعد الجسم على استخراج السعرات الحرارية الصحية بطريقة أفضل ثانيا رح نركز على البروتين على كل وجبة أو كل سناك البروتين بيعود بالفائدة على الجسم إنه بيعطيني نسبة عالية جدا من الأحماض الأمينية وما ننسى إنه بيطلب وقت طويل جدا من المعدة لتغضم هاي الأحماض الأمينية وتمتصها بالطريقة الصحيحة ما ننسى كمان إنه كل جرام واحد من البروتين بيعطيني 3.75 سعر حرارية إلى 4 سعرات حرارية فيعتبر معتدل بالسعرات الحرارية بيعطيني الشعور بالشبع لفترة أطول مستوى هضم البروتين أو الفترة الزمنية اللي بيتطلبها الجسم لهضم البروتين هي من 5 إلى 6 ساعات وكمان وجود البروتين بالأغذية بيعمل أو بيساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم فبالتالي بيخفف من مشاكل الأنسولين رزيستنس مقاومة الأنسولين أو مشاكل السكري من النوع الثاني فعشان هيك دائما لازم نركز على كميات صحيحة من البروتين لحتى نقدر نخسر الوزن بالطريقة الصحيحة عشان هيك بتشير الدراسات أنه البروتين بيزيد من الشعور بالشبع أكتر من الكربوهايدرات أو الدهون وبنفس الوقت في إحدى الدراسات التي أجريت به الألفين واثناش المتشاركون اللي تناولوا وجبات بتحتوي على 20 إلى 30 بالمية من السعرات الحرارية من البروتين وجدوا هدول الباحثون أنه الأفراد اللي بتناولوا وجبات غنية بالبروتين أولا شعروا بالشبع على المدى القصير والطويل مقارنة بالوقت اللي تحتوت فيه واجباتهم على نفس هذه الكمية من البروتين تانيا كان عندهم نزول بالوزن أسرع يفضل أنه نحن نركز على مصادر البروتين الخالية من الدهون أو قليلة الدهون مثل اللحوم البيضاء، الدواجن، منتجات الألبان، البيض ومأكولات البحرية والأسماك والبروتينات النباتية أيضا تعتبر خيار جيد وبتشمل الفاصولية، التوفو، الزبدة وكمان المكسرات خلينا ننتمح عن جد لجودة الأطعم اللي إحنا بنتناولها لأنها بتلعب دور أساسي ورئيسي بالتحكم بالوزن بالإضافة إنها بتعطيني الشعور بالشبع لفترة أطول النباتين للأسف بعانوا بمشكلة زيادة الوزن لأنهم ما بيشعروا بالشبع لفترة أطول فبالتالي بيتناولوا كميات أكبر من الطعام فدائما التركيز على البروتين يعتبر أساس إذا كنا من النباتيين فخلينا كمان نركز على البروتين النباتي ثالثا رح ننتقل لحرص على شرب كميات كافية من السوائل العديد من الأشخاص في عندها مغلوط بفهم السوائل والعطش والجوع دائما لما منقلل من استهلاكنا للسوائل بنشوف إنه الجسم بصير جوع أسرع والسبب إنه الجسم بيعطي إشارة للعقل إنه أنا بينقصني معدن فيتامين أو مصدر أساسي للأغذية والمشروبات اللي إحنا بنتناولها ولكن ترجمتنا إحنا لهاي السيقنال اللي بيعطيها الجسم هي إني بزيد من الأكل بدل ما إني أشرب سوائل أكثر كل ما بناخد سوائل أكثر كل ما بتتنظم مستويات السكر بالدم كل ما أنا بقلل من استهلاك الأغذية وبنفس الوقت بشعر بالشبع لفترة أطول فخلينا ننتبه لشغلة أساسية إنه لازم نركز على كميات تناول كميات كافية من السوائل وبعملية حسابية بسيطة وزن الجسم ضرب 30 لا يعطيني كم مليليتر من السوائل أنا بحتاج على شكل يومي وما ننسى زيادة عن احتياجات أجسامنا ما رح تعود بالفائد المي ما بتنحف ولكن التقصير في تناول السوائل اللي إحنا بنحتاجها على شكل يومي بيؤدي إلى زيادة في الوزن عبر تناول كميات أكبر من الوجبات من الأطعمة وكمان من السكريات رح ننتقل رابعا للبدء بشوربة الخضار أو كوب من السلطة قبل كل وجبة بيساعد بشكل كتير كبير إنه نحن بناخد كميات أكبر من الألياف هاي الألياف بتميل إنها تكون insoluble ما عندها القدرة على الذوبان في المي أو soluble وهي عندها القدرة على الذوبان في المي النوعين المختلفين من الألياف إلهم فوائد غذائية عديدة وأهمهم إنه أولا الألياف الغير قابلة على الذوبان في المي بتعطي الشعور بالشبع لفترة أطول لأنها بتاخد حيز من المعدة أما بالنسبة للألياف اللي قابلة للذوبان في المي فهي بتشكل مادة هلامية كمان بتاخد حيز من المعدة فعشان هيك بتحتوي على نسبة عالية أكيد الخضروات أو كوب من السلطة على نسبة عالية من الماء مليئة بالخضروات الغنية بالألياف قليلة السعرات الحرارية بشكل عام وكمان بتعود بالفائدة الغذائية الكبيرة على الجسم وتعتبر هي أيضا طريقة رائعة للحد من تناول السعرات الحرارية في شغلة أساسية لازم دائما نركز عليها واللي هي الفيتامينات والمعادن اللي أنا بتناولها على شكل يومي ما ننسى إنه الفيتامينات والمعادن بتشكل عنصر أساسي للشعور بالشبع والسيطرة على إفراز الهرمونات من قبل الدماغ إن كان هرمون الجوع لقريلن أو هرمون الشبع فعشان هيك إحنا دائما لازم نركز ونحرص على جودة الأطعم اللي إحنا منتناولها علما بأنه على أبسط الأمثلة فيتامين دي والنقص بفيتامين دي الشائع جدا إما بسبب عدم التعرض بشكل كافي لأشعة الشمس الـ UVB أو الـ Ultraviolet B Radiation أو إنه أنا ما باخد كميات كافية من الأغذية اللي بتحتوي على الفيتامين دي واللي بتشمل طبعا الألبان الأجبان المدعمة بالفيتامين دال بالإضافة للبيض، سمك السردين أو السلمون بالإضافة لبعض أنواع المكسرات اللي بتعطيني فيتامين دي بشكل طبيعي خلينا ننتبه أنه نقص الفيتامين دي بالجسم بيأدي إلى الخمول، بيأدي إلى النوم لفترات أطول واللي بعود بالضرر على الجسم من ناحية تناول الأطعمة ومن ناحية عدم القدرة على التحكم بكميات الأطعمة اللي أنا بتناولها لما أعد المستويات الفيتامين دي على سبيل المثال عن طريق الأغذية الصحيحة والتعرض لأشعة الشمس والتركيز على جودة الأطعم اللي أنا بتناولها هذا الشي بعود بالفائدة على مخزون الفيتامين دي اللي بعود بالفائدة على تنظيم مستويات الإفرازات تبعة الهرمونات بالجسم هرمون الجوع والشبع بشكل أخص وبالإضافة لقدرة الجسم على الحركة ورفع مستوى الأيد الأساسي أو اللي هو البيز المتابوليكريت عشان هيك إحنا دائماً منركز مش بس على فكرة قديش أنا عم باكل وكمان على فكرة جودة الأطعم اللي أنا عم بتناولها ومدى تأثيرها على الإفرازات الهرمونات والسيجنالينغ اللي بصير عندي بالجسم رح ننتقل كمان للنقطة الخامسة واللي هي بنحكي فيها عن استخدام الأطباق صغيرة الحجم دائماً لازم إحنا نركز على هاي النقطة الأساسية واللي هو إحنا دائماً في معظم الحالات بنعبي الصحن وما بنشبع إلا لما نشوف إنه الصحن فضي وهذا الشي مثبت علمياً إنه الجسم بتعود والعين بتتعود على كميات معينة من الأطعمة لحتى أشبع إذا بشوف إنه تلت الصحن فاضي نصف الصحن فاضي رح استلمع إني أكل نفس الكمية رح أشعر بالجوع لذلك استخدام حجام أصغر من الأطباق والأدوات الأكل بأثروا بشكل رئيسي على استهلاك كميات أقل من الأطعمة رح ننتقل كمان لتناول الطعام بوعي وبالإضافة إنه نحن نركز على الأطعمة اللي إحنا عم نتناولها وهون إحنا منحكي بشكل رئيسي عن الفود كواليتي جودة الأطعمة مقارنة مع السعرات الحرارية لذلك لازم دائما نركز على فكرة إنه نحن ناخد أطعمة ذات جودة غذائية عالية من ناحية البروتين، النشويات المعقدة، الدهون الغير منشبع المتعددة أو الأحادية بالإضافة للتركيز على كميات سوائل صحيحة، فيتامينات ومعادن بعيدا فقط عن فكرة التركيز على السعرات الحرارية أكيد السعرات الحرارية بتلعب دور ولكن الدور الأساسي بشكله جودة هالأطعمة وطريقة تعامل أجسامنا معها لذلك لما نحن نركز على جودة الأطعمة، هذا الشيء بساعد بشكل كتير كبير على تناول كميات صحيحة وبالإضافة لنظام غذائي مكتمل وشامل من كل احتياجات أجسامنا وأخيرا طبعا ممكن أن نحن نضيف القليل من التوابل للوجبة مثل الفلفر الحار اللي بسمى الكابسكن اللي بساعد بشكل كتير كبير على تقليل الشهية والجوع وكمان بساعد أيضا إضافة الزنجبيل إلى وجبة الطعام على الشعور بالشبع وتناول كميات أقل من الأطعمة طبعا هاي التوابل والبهارات بتساعد بشكل كتير كبير أن نحن نقلل من استهلاكنا للأطعمة وبنفس الوقت في بعض من الحالات بتساعد على رفع مستوى الأيض الأساسي للجسم إن كان بحالة الفلفر الحار أو إن كان بحالة الزنجبيل خلينا ننتبه أن نحن في تغييرات أساسية صغيرة ممكن نعملها خلال اليوم عن جهد تعود بالفائدة على الجسم من ناحية جودة الأطعمة اللي إحنا بنتناولها السعرات الحرارية وكمان التركيز على الفيتامينات المعادن والاحتواء عليها بشكل كافي